أول ترند معنا النهاردة هو خبر طلاق هادي البجوري من زوجته ياسمين رئيس وده خلى اسمهم يتصدر الترند خصوصاً أنهم كانوا بيعملوا سوى مصرحات أحفاد رايا وسكينة والتي تعرضت قبل أسبوعين في موسم إرياض ولكن ياسمين رئيس فجأت الكل بخبر طلاقها اللي كتبته على تويتر في تويتا كتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم وكتبت كمان الحمد لله على كل شيء عشرة طويلة ولكنها لم تدم يمكن ناس كتير قاعدت تخمن أسباب الطلاق وطبعاً طلعت إشعاد كتيرة جداً وناس كتير قاعدت تقول كلام ما لوجه أي علاقة بالحقيقة خالص لحد ما الموضوع اتصدر الترند بشكل كبير جداً كمان اللي عمل حالة الجدل بين الناس هو أن الزواج ياسمين والبجوري استمر لأكتر من 12 سنة والحقيقة زي معرفنا هي أن ياسمين وهدي بينهم خلافات من فترة كبيرة جداً وبالتحديد بعد العرض الأول لفيلم الليلة أمر 14 في واحد من المهرجانات الفنية بعدها حصل خلافات وبدأ يظهر هادي البجوري في المناسبات العامة الوحده وكمان ظهر السياسمين لوحدها في أكتر من إيبنت وأخيراً كان حفلة جوي أوردز بالرياض